اشتركوا في القناة بحكم الدستورية ينهي مسألة المقاطعة ماذا تقول؟ ابتداء شكرا جزيلا على هذه الاستضافة وشكرا جزيلا أيضا على هذا السؤال أسباب المقاطعة لا تزال قائمة هي ذات الأسباب التي سبقت حكم المحكمة الدستورية يعني لا تزال قائمة بعد حكم المحكمة الدستورية وأصلا هذا موقفنا من قبل صدور حكم المحكمة الدستورية ولذلك قلنا بأن موقفنا هذا لا يتعلق بحكم المحكمة الدستورية أو في أي اتجاه يذهب هذا الحكم كنا نتمنى أن حكم المحكمة الدستورية ينسجم مع الدستور بإبطال هذا المرسوم باعتباره مرسوم غير دستوري وفي قناعتنا الراسخة والسابقة على هذا الحكم وكذلك من قبل حكم المحكمة الدستورية قلنا بأن موقفنا هذا موقف سياسي صحيح له أبعاد قانونية ولكن موقف سياسي لا يتعلق باتجاهات حكم المحكمة الدستورية نحن نعتقد كما قلت سلفا بأن الأسباب لا تزال قائمة هذا الأمر يكرس الحكم الفردي على حساب الأمة وعلى حساب حقوق الأمة هذا يجعل السلطة التنفيذية أو السلطة بشكل عام تتفرد في وضع وتغيير قواعد اللعبة متى شاءت ذلك وبحسب هواها وبحسب مقاساتها متى ما جاءت النتائج على عكس أو غير إرادتها أنا أعتقد الأسباب لا تزال قائمة وأكثر من ذلك أنا أعتقد الرسالة في المقاطعة هي ليست رسالة إلى السلطة بل رسالة تتعدى السلطة إلى القضاء نفسه في هذا الحكم وبالمناسبة يعني في سنة الثنين وثمانين وعلى إثر حل مجلس الأمة ستة وسبعين وتعليق الدستور وهو أمر لا يجادل أحد بمخالطة الدستور وخروج عن المشروعية لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية في قرارها رقم اثنين على أثنين وثمانين أعطت المشروعية للأمر الأميري بحل مجلس الأمة وقالت بأن هذا يأتي من سلطة علية فعلية فهل كان من المطلوب في ذاك الوقت التسليم بهذا الأمر وأننا أمام سلطة علية فعلية أنا أفهم أن هناك فرق بين السلطة الفعلية والسلطة الشرعية السلطة الفعلية حتى المحتل ممكن أن يكون سلطة فعلية ولكن هل هذه سلطة شرعية؟ القصد من هذا الأمر أنا أعتقد مضامين حكم المحكمة الدستورية ويمكن له نتكلم عن حكم المحكمة الدستورية وما جاء المضامين الغير مكتوبة تكرس التفرد بالسلطة وهي تحمل ذات المضمون الذي جاءت به لجنة فحص الطعون في سنة 2018 بمعنى تكريس الحكم الفردي السؤال المنطقي إذا كنا كلنا كشعب وقوة سياسية ننتظر حكم المحكمة الدستورية بقولها الفصل في هذه المسألة التي شابها الكثير من الجدل وأتى الحكم لماذا لم نقتنع بهذا الحكم على الأقل من وجهة نظركم اقتناع كامل ولماذا كنتم تنتظرون إذن؟ مرة أخرى أحنا أصلا لم نتقدم بهذه الطعون ومن البداية قلنا أن هذه المعركة معركة سياسية وليست معركة قانونية يبقى أن هناك من تقدم بالطعون فطبيعي أن يكون حكم المحكمة الدستورية محطة رئيسية ومحطة مهمة في تاريخ العمل السياسي لكويتي خصوصا في هذه المرحلة فمن الطبيعي أن يكون هناك ترقب وكنا نأمل أن المحكمة الدستورية تنهي هذه المسألة بإلغاء هذا المرسوم باعتباره مرة أخرى وأنا أؤكد على هذه القضية باعتباره مرسوم غير دستوري لكن مع الأسف الشديد أن الحكم لم يذهب في هذا الاتجاه وجاءت حجج الواردة في الحكم حجج ضعيفة وحجج متهافتة للغاية وإذا يعني نحن ممكن نتكلم فيها بشكل بشكل سريع إذا أردت اتكلم عن الوحدة الوطنية اتكلم عن تمثيل شرائح المجتمع السؤال هل هذا المرسوم فعلا حقق الوحدة الوطنية أم ساهم في زيادة الخلاف وزيادة التفتيت وزيادة الفرقة داخل المجتمع الواحد والمحكمة الدستورية ليست منفصلة عن الواقع المحكمة الدستورية تشوف وترى وتراقب كل اللي قاعد يحصل تقصد لأن الخلاف لا زال موجود ثاني مسألة هل البواعث بواعث الحكومة الحقيقية هي كانت كما جاء في المذكرة الإضاحية لهذا المرسوم ولا أن البواعث بواعث سياسية مختلفة تتعلق بالواقع السياسي أنا أعتقد بأن فضلا عن ذلك كلام المحكمة الدستورية في جوانب أخرى بأن قاعدة الصوت الواحد مأخوذ فيها في أكثر من دولة أنا أتمنى أن المحكمة الدستورية تعطينا أمثلة على هذه الدول وواقعها السياسي الأردن على سبيل المثال وأنت تعرف والجميع يعرف حالة الاحتقان السياسي الموجودة في الأردن من سنتين وأكثر من سنتين بسبب هذا النظام هذا النظام الانتخابي كلمة يعني جاءت في حكم المحكمة الدستورية اللي هو تمثيل فئات المجتمع المختلفة أنا أعتقد بأن الانتخابات يفترض أن تأتي تمثيل للبرامج السياسية وليس تمثيل لفئات المجتمع هذا هو التفتيت للواقع الاجتماعي هذا هو التكشريس للطائفية والقبلية والفئوية والعائلية العمل السياسي يفترض أن يكون فيه تمثيل لشرائح المجتمع عفوا للبرامج السياسية المطروحة من خلال الانتخابات وليس تمثيل الأقليات شنو يعني تمثيل الأقليات يعني أنا إلى الآن هذه الكلمة ما أنا يعني يعني أقلية غير قائمة على برنامج سياسي هل هذا هو المطلوب نعم هو لحكم أصبح محطة جدل ونقاش للكثيرين أنا أعتقد ما جاء في الأسباب وفي الحجج الواردة في الحكم هي أسباب ضعيفة ومتهافتة ولا تسند هذا المرسوم وأنا أعتقد بأن المرسوم قبل الحكم وبعد الحكم لا يزال مشوب بعدم الدستورية ولا تتحقق فيه الشروط الواردة في المادة 71 وهذا نعم هذا رأيك الخاص طيب أستاذ فيصل يعني هناك أيضا من من حركات الشبابية من يعني أصاب بخيبة أمل ومن وجهة نظر أخرى لأن ردت فعلكم كأغلبية وكمعارضة لم تأتي يعني بمستوى طموحهم على الأقل كان لكم بيان فقط ليس إلا وأعلان عدم المشاركة في الانتخابات والمقاطعة هل تملكون فعلا خيارات أخرى الآن في الظروف الرهنة لا شك بأن ما قبل الحكم مرحلة وما بعد الحكم مرحلة أخرى مختلفة تماما نحن ندخل على مرحلة مختلفة في معطياتها السياسية والموضوعية والواقعية وهذا اللي قلناه من البداية أننا ندخل على مرحلة تحتاج إلى النفس الطويل والعمل الاستراتيجي بعيد المدى لتحقيق التغيير الحقيقي في الساحة السياسية هذا أمر الأمر الآخر الأمر لا يقتصر على على كتلة الأغلبية أو هذا الطرف أو ذاك الطرف القضية مسؤولية يتحملها الجميع ويتحملها كل مواطم والباب مفتوح للجميع لبذل ما يستطيع بذله وتقديم ما يرى بأنه واجب في هذه في هذه المرحلة وأنا أعتقد أنه بعد مرحلة بسيطة سوف يكون هناك حراك مختلف ونوعي ولكن لا شك أننا نحن نتعامل مع معطيات واقعية وظروف موضوعية في هذه المرحلة ونحاول أن نتعامل معها على أعلى درجة من المسؤولية طيب يعني بيقضون سنتين فقط أبطلاء مجلسي هذه الأخطاء الدستورية اللي نقع فيها كلنا ولسنا مستثنون جميعنا في الكويت منها هي مسؤولية من بالدرجة الأولى إذا كنا نملك مستشارين وفتوى وتشريع ومؤسسات دولة يجب حقيقة أن نكون لها دور في هذا هي مسؤولية من أولا وآخيرا هي مسؤولية السلطة هي مسؤولية متخذ القرار أنا دائما أقول لا تلوم السلطة لا تلوم البطانة على سوء السلطة ولكن اللوم السلطة على سوء البطانة لا نلوم المستشارين على قرارات السلطة ولكن نلوم السلطة اللي جابتها المستشارين لأن في النهاية سلطة من هذا النوع تختار المستشارين اللي يرتبوا لها الأمور على حسب هواه وعلى حسب اتجاهاتها وعلى حسب مقاساتها فإلقاء اللوم على المستشارين دون السلطة أنا أعتقد هذا في مجافات يعني أعتقد هي إشارة لغير المسؤول الحقيقي والأول عن اتخاذ القرارات في البلد المسؤول هو متخذ القرار وليس من يستشيره في النهاية مستشار السلطة من اللي جاء فيه أليست السلطة اللي جاءت فيه؟ طيب وبالتالي هي المسؤولة عنه وهي المسؤولة عن قرارات إذن بماذا تفسر ما يتردد عن استقالة رئيس الفتوى والتشريع فيصل الصراعوي حل هذا القضية بالتحديد أنا تحديدا ما عندي لأمانة أي خبر عن موضوع استقالة الأستاذ فيصل الصراعوي ولكن يعني خلني أنا أتكلم في جزئية بسيطة في هذه الناحية أحيانا يكون القاء اللوم يعني أنا باعتبار أني كنت أشتغل في الفتوى في فترة ماضية والآن لست موظفا الآن في إدارة الفتوى التشريع منذ سنتين يعني منذ نزول الانتخابات في أحيان كثيرة يلقى اللوم على مثلا إدارة الفتوى والتشريع لأن الدولة خسرت قضية في حين أنه مو بالضرورة للفتوى هي الغلطانة أحيانا تكون المحكمة هي الغلطانة هذا بشكل عام يعني ولذلك لازم التقييم يكون بحسب الأداء أنا ما أتكلم في هذه الجزئية المتعلقة بحكم المحكمة الدستورية ولكن حتى نكون منصفين في تقييم الأمور أما في قضية استقالة فلان أو استقالة فلان الاستقالة يجب أن تأتي من المسؤول والمسؤول هو متخذ القرار المسؤول هو متخذ القرار إذا كان مجلس الأمة قاعد يحل أكثر من مرة بسبب سوء في الإدارة فمتخذ القرار هو الذي يجب أن يستقيل ولذلك السؤال من هو متخذ القرار أليس مجلس الوزراء أليس رئيس مجلس الوزراء طرف رئيسي في اتخاذ القرارات نعم هم الذين يجب أن يرحلوا ويستقيلوا لأن ما أعتقد أن من الإنصاف أن تخطئ الحكومة في كل مرة والتي تحمل الشعب ثم وتحمل الشعب وتحمل الأمة وتحمل الدولة بشكل عام ومقدراتها ثم يضحى بكبش فداء في هذه القضية وآخر في تلك القضية وثالث في قضية ثالثة وهكذا ويحمى متخذ القرار الحقيقي والمسؤول الحقيقي عن حالة الفوضى والعبث السياسي والقانوني في ظل هذه الأثناء وهذا الجدل البعض طرح فكرة ضرورة وجود دستور جديد هل هذه الفكرة جديرة تتبنى أو تتبنىها القوة المعارضة والأغلبية أم أن من الضرورة الآن المحافظة أولويا على دستور 62 أنا بتصوري يعني بعيد عن هذه التفاصيل هل نحتاج إلى أنا أعتقد بالتأكيد نحن نحتاج إلى تغييرات جذرية في النظام السياسي بمعنى السيستم بمعنى آليات العمل السياسي في الكويت لكن بعيد عن تفاصيل هل نحتاج إلى دستور جديد أم نحتاج إلى تعديلات دستورية كبيرة وجذرية في الدستور الحالي نحن متفقين على أن التغيير يجب أن يتم أن ننتقل إلى النظام البرلماني الكامل النظام اللي من خلاله تختار الأمة مجلسها وتختار حكومتها أن تتم الانتخابات على أساس برامج سياسية أن يتم التداول السلمي للسلطة وأن تتحقق فعليا على أرض الواقع أن الأمة هي صاحبة السيادة ومصدر السلطات وليس أن تكون فقط عبارة مكتوبة في الدستور ولا تلقى صدى على أرض الواقع الانتقال إلى هذا النظام الجديد سواء بدستور جديد أو بتعديلات دستورية وقانونية كبيرة وجذرية هو يحتاج إلى أكثر من موضوع رفع الشعار يعني رفع الشعار دستور جديد أو تعديلات دستورية أو نظام برلماني ليس هذا الذي يحل المشكلة الذي يحل المشكلة أو الذي يدفعنا إلى الانتقال لتطبيق هذا النظام هو موازين قوة على الأرض لما تتغير موازين القوة على الأرض ممكن أن نحقق كل ما أردناه من انتقال إلى هذا النظام المطلوب والذي نصبو له والذي ندعو له طالما أن ميزان القوة مختل لمصلحة السلطة تبقى هذه الأمور شعارات غير قابلة للتطبيق ماذا تقصد بموازين القوة على الأرض؟ أنا أتكلم موازين القوة على الأرض بمعنى أن يميل ميزان القوة لصالح المجتمع ولصالح الأمة مثل ما كان فيه هناك ميزان قوة في سنة 2011 أجبر السلطة على حل المجلس وإسقاط الحكومة واستبدال رئيس الوزراء ميزان القوة هذا هو الذي دفع السلطة إلى الاستجابة لمطالب الجمهور ولو كان ميزان القوة هذا غير موجود ولو كان ميزان القوة لمصلحة السلطة هذا المشهد كان يتصدر حشد الشارع هل سيتصدر الشارع الآن نفس هذه الحشود سنشهد مثل هذه التحركات؟ أنا مرة أخرى أعتقد بأن أسباب الاحتقان السياسي لا تزال قائمة السواد الأعظم من الناس غير راضين عن أداء السلطة ولا تكاد تجد أحد يجادل في ضعف السلطة وقصور كفاءتها وفسادها نصح التعبير بشكل عام لا تكاد تجد أحد ولكن موضوع التحرك على الأرض مرة أخرى له أسباب موضوعية وظروف معينة تهيئ له وبالتالي إن كان السؤال هل الأسباب تحرك الميداني قائمة؟ نعم لا شك إنها قائمة لكن ممكن الظرف الحالي ما يخدمها وقد تأتي في فترة لاحقة ولذلك أنا بس خنأكمل في موضوع ولذلك أنا لما قلت لك أن السواد الأعظم من الناس غير مقتنع بأداء السلطة يعني دليل بسيط أو مؤشر بسيط على هذا شوف رؤوس الحرب التي تدافع عن السلطة السلطة لا تكاد تجد يعني من النخب اللي إيهي قادرة على استقطابة للدفاع عنها وللوقوف معاها معظم ولا أدعي أن الكل لكن معظم من تستخدمهم السلطة للدفاع عنها يعني في الغالب لا وزن حقيقي لهم في الشارع وكثير منهم تلاحقهم شبهات الفساد أو المصالح هذا واقع طيب ولذلك السلطة العاجزة عن استقطاب نخب ومثقفين سياسيين للدفاع عنها هذا لا شك بأنه يعكس عجزها وضعفها ما السبب في ذلك؟ السبب الرئيسي في ذلك أن السلطة لا تحمل مشروع غير قادرة على إقناع الناس بأداءها غير قادرة على إقناع الناس بكفاءتها ولذلك هي تستبدل كل هذا بشنو؟ شلون تستقطب بعض الناس وبعض الشخصيات للدفاع عنها من خلال شراء الذمم والولاءات والمصالح وهذا الواقع وهذا لكل الناس قاعدت راقبة وليس موضوع الشيكات والإداعات وكثير من الأمور نعم وهذا واضح قلت أن الظروف الآن لا تساعد على القيام بنفس التحركات السابقة لماذا؟ أنا ما قلت أن الظروف لا تساعد أنا قلت أسباب الاحتقان السياسي لا تزال قائمة ولكن نحن نتكلم عن مرحلة طويلة الأمد تحتاج إلى نفس طويل وتحتاج إلى تخطيط استراتيجي وتحتاج إلى خطوات مدروسة ومواقف مسؤولة قد لا تكون أنا أتكلم عن الظرف في هذه الفترة أتكلم في هذه الأسابيع في هذه الأشهر تدري إحنا مقبلين على رمضان وأيضا في انتخابات وفي إلى آخره يعني ظروف المواسم هذه وبالتالي أنا أعتبر وكثير من الناس الآن يقولك أنا أمام أمر واقع خلنا نجرب خلنا نعطي فرصة أخيرة لكن بعد شهر بعد شهرين بعد ستة شهر بعد سنة ربما تتغير كل هذه المفاهيم هي حتما راح تتغير لكن السؤال الذي يطرح على من سيشارك سواء انتخابا أو ترشيحا وأنا شخصيا لا أسعى لأي معركة مع أي طرف يرى بأن المشاركة الآن خصوصا حسنين النية أن المشاركة الآن ضرورية سؤالي أن بعد ستة شهر بعد سنة بعد سنتين سوف تكتشف بأن هذه المشاركة لم تؤدي إلى شيء ولم تؤدي إلى إصلاح وحتى أنت كحامل هم الإصلاح سوف تجد بأن أول من يضع العوائق والعراقي الأمامك هي السلطة هذه رؤية جميلة في الوقت بعد ذلك بعد ذلك بعد ما تكتشف هذا الأمر في أي اتجاه راح تقف طيب هذه رؤية جميلة في الوقت الذي نسمع عن بعض الأصوات التي تخون كل من يفكر حتى بالمشاركة ماذا ترد على هذا؟ مرة أخرى أنا أعتقد بأن معركتنا ليست معركة مع من سيشارك ومن لا يشارك المعركة الحقيقية هي معركة مع السلطة قضية المشاركة نحن قلنا موقفنا حددنا موقفنا بررنا موقفنا وبينا أسباب هذا الموقف اللي احنا مقتنعين فيه يبقى المشاركة من عدمها كما قال الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة نعم يعني أنت لست مع تخوين أي طرف أنا مو مع تخوين أي طرف في كل الأحوال أنا أعتقد أننا جميعا كويتيين وإن شاء الله حريصين على هذا البلد جميعا بدرجة واحدة ولكن بالتأكيد بالتأكيد يعني هناك شريحة ممن قد يشارك حسنين النية لكن ليس كل من سوف يشارك بالضرورة هو حسن نية دون تخوين أنا لا أتكلم عن تخوين أنا لا أتكلم عن تخوين لكن أنا أعتقد بأن الموقف الأوجب والأولى والأدعى هو المقاطعة حتى لا يضفى على هذا المجلس وعلى مسلك السلطة أي شرعية في هذا الاتجاه حتى لا نكون طرف في اللعبة التي وضعت السلطة قواعدها بالمناسبة السلطة لا يعنيها يعني هي مو لا تريد مجلس هي تريد مجلس وتريد مجلس في شوية شرعية وفي شوية معارضة حتى تعلق إخفاقاتها عليه السلطة في المجلس السابق لأن كل الناس يعتبرون هذا المجلس ملحق في السلطة وفي جيبها كل الناس كانت توجه غضبها وانتقادها إلى السلطة باعتبارها هي المسؤولة وابعتبارها أن المجلس في جيبها ولكن السلطة لعجزها ولعدم كفاءتها ولعدم قدرتها على تقديم شيء لناس تريد مجلس في شوية معارضة ولكن تمتلك السلطة أغلبية فيه تستطيع من خلال أن تعمل ما تريده وفي المقابل أن تعلق كل إخفاقاتها على المعارضة المحدودة العدد والتأثير وتقول هي سبب التأزيم وهي سبب التأثير طيب أنت تحدثت عن النوايا ونوايا أولا وأخيرا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى الآن لن أسألك عن بس تكلمت عن النوايا بشكل إيجابي لا صحيح كان موقف كريتنس مع كل هذه كل الأصوات حقيقة التي تنادي بهذا الشيء تحمل نفس الفكرة الآن يعني البعض لن أسألك عن نسبة المشاركة وماذا تتوقعها لكن بعد إعلان تحالف الوطني وبعض القبائل الكبرى في الكويت مشاركتها وعزمها مشاركة في الانتخابات كيف سيؤثر هذا سلبا على المقاطع؟ يعني من المبكر إعطاء أرقام في هذه المرحلة إلى الآن الأمر غير واضح تماما مرة أخرى أنا أقول قد ترتفع نسبة المشاركة وهذا وارد لاعتبارات كثيرة أقلها أقلها كثير من الناس المقاطعين واللي لا يزالون يعتقدون بأن المرسوم غير دستوري وأن الحكم المحكمة الدستورية أقر شيء كان يفترض أن لا تقره كثير منهم يقول لك أنا أمام أمر واقع وأنا أبي أتعامل مع هذا الأمر الواقع ولكن مرة أخرى السؤال بعد المشاركة وبعد فترة من المشاركة إذا كل هؤلاء يعني إخواننا ويعني من نحسن يعني كلامي إلى من نحسن فيهم الظن شاركوا واكتشفوا الحقيقة وأن العائق الأساسي هو سلطة لا تريد تحقيق ما يريد المواطن أن يتحقق على أرض الواقع وين راح يكون موقعهم وما هو موقفهم في ذاك الوقت وكيف يجب أن نتعامل أنا أعتقد يفترض أن نستعد لتلك المرحلة القادمة واللي أنا أعتقد قريبة وليست ببعيدة وقريبة قريبة جدا نعم أيضا نعم أخيرا وباختصار لو سمحت الغموض يلف يعني أو يحيط بما إجراءات التي ستتخذها كتلة الغربية ماذا لديكم الآن مختصار ممتاز شوف عزيزي من السلبيات الواقع الحالي والمشاركة في هذه الانتخابات تدقيقة إن شاء الله واللي كرسها مرسوم الصوت الواحد وكرسها إقرار الحكم الآن الناس إيش قاعد تنزل عليه الآن النزول في الغالب وفي عمو في الغالب ما قاعد يصير النزول على برامج سياسية الآن النزول خوفه من الآخر الآخر السني الآخر الشيعي الآخر القبلي الآخر الحضري الآخر الخوف من جماعة أحمد الخوف من جماعة ناصر النزول فيهاوي أحسنت وبالتالي صرنا كلنا ضحية لهذا الواقع اللي خلقت السلطة أصبحت المعركة هي المعركة بين مكونات وفئات المجتمع وليس معركة على أساس برامج سياسية كلمة نتركها لمن هي تتكلم عن الآخر ولكن لا تتكلم عن برنامج سياسي أنا حطيته وأنا أسعى لتطبيقه الآن لا تكاد أحد يرفع برنامج سياسي ومن لديه برنامج سياسي أنا ما أقول أنه عاجز عن تسويقه هو حتى عاجز عن طرحة على الطاولة للتسويق هذا واقع المرحلة هذا الواقع اللي خلقت السلطة اللي جعلتنا نلتهي في معارك جانبية في المقابل هي قاعد تسوي اللي تبي وتقودنا مع الأسف الشديد إلى التراجع خطوات إلى الخلف هذا الأمر يجب التصديلة يجب الوقوف أمامه ويجب أن ننتبه إلى حقيقة المشكلة وحقيقة المعركة المعركة يا أخوان في مكان آخر المعركة مع إدارة حكومية وسلطة فاقدة للكفاءة وتحاول أن تعبث بالنسيج الاجتماعي لمصلحتها وتستخدم كل صور الترهيب والترهيب لمصلحتها نعم بس ما عندي وقت أبدا والله في مسألة أساسية في دقيقة بس أقل من دقيقة أقل من دقيقة القضية الأساسية هي في اختلاف معايير الصح والخطأ بين السلطة وبين الآخرين معايير الصح والخطأ مختلفة تماما ولذلك السلطة تعتبر نفسها ناجحة إذا استطاعت أن تضرب بالنسيج الاجتماعي إذا استطاعت أن تشتري الولاءات بالمال السياسي إذا استطاعت أن تربط كتل أو شرائح كبيرة من المجتمع بالمصالح نعم وأنتمنى أن نثق ما عندي وقت والله أعتذر منك نثق أن نسيجنا إن شاء الله الاجتماعي أقوى من كل سلطة في هذا البلد شكرا لك يعني فيصل إيحايا النأب في مجلس 2012 شكرا لك على إجاباتك وقبولك هذا الدعوة أعتذر منك لضيق الوقت عزيز وغالي شكرا جزيلا على حسن الاستضافة وآسف على الإسلام شكرا مشاهدينا بعد الفاصل لستكمل حديثنا